سؤال او علامات استفهام صورة سالفي مستفزة جدا وحابب اوريها لكم الاول وبعد كده نتكلم في الموضوع نجيب الصورة بين الصورة الصورة لطبيب ومع واحد زميله وبياخدوا سالفي جوه غرفة عمليات حتى لو ما كاريتش سالفي حتى يعني صورة فوتوغرافية ملتقطة جوه غرفة العمليات والمريضة ايه في احد مستشفيات ايه تاي البرود والمريض طبعا يعني مش واخد اخوانا لانه مخدر ومعلوش اي قرار في الموضوع المعلومة اللي عندي ان المريضة كانت سيدة وكانت بتولد فمش قادر افهم يعني هل ده مكان مناسب لالتقاط الصور التسكرية طيب معايا الاستاذ رجب غزال من ايه تاي البرود وهو من احد الاهالي اللي ممكن يعلق لنا بس الاول على الملابسات اللي حصلت للصورة دي استاذ رجب يا ترى يعني تشرح لنا بس الصورة دي اكتر لان انا مش فاهم هو الصورة دي بمناسبة ايه مساء الخير مساء الخير استاذ اهلا بحضرتك الصورة دي قديمة ولا جديدة لا الحقيقة الصورة دي اتنشرت على خطحة الطبيب اللي موجود امبارح اه من الواضح ان هي صورة لسه جديدة اه الطبيب مبارح نشر الخبر زي ما حدثك شفته كده هي اه سيدة اه بتولد في مستشفى ايتي البرود تقريبا عملية قيصرية اه فالطبيب الصغير اللي هو معاها اللي هو الشيشتاوي اللي هو الطبيب الصغير ده لسه جاي تقريبا مع القسم او حاجة زي كده فالطبيب اتقت صورة دي سكرية عشان يرحب بزميله اللي لسه جاي معاها في المستشفى طبعا الصورة اللي سيدة قاعد بطنها اه طبعا مفتوحة عشان هي عملية قيصرية اه وعورة السيدة اه ظهرة في الصورة اه والطبيب نشر الصورة بالتعليق اللي موجود عليها ديات اللي هي موجودة في الشاشة دلوقتي اه التعليق كاتب اه حبيبي احمد منور عندي يا زعين اه ايوان اه داخل اه داخل غرفة العمليات بمستشفى ايتيال بارود والقلم المستشفى ديات المركز ده مركز ايتيال بارود هو اه مركز وزير الصحة يعني وزير الصحة من عندنا من نفس المدينة اه فاحنا بنهديل الصورة ديات لطبيب اخصائي وطبيب ديستامتياز وعملية وحرمة وانتهاك تام اه لحرمة المريضة اللي موجودة وللأسف ان احنا ما نعرفش مين المريضة ديات لان العملية كانت في المستشفى العام في حالات كتيرة فاحنا ما نعرفش مين المريضة لكن احنا بالنسبة لنا ده مش للأسف على فكرة السيد راجب ده كويس قوي ان انتو بتعرفوش المريضة لكي لا يتم التشهير بيها احنا مش عايزينها تتعرف خالص لا هي للاه عشان احنا كنا نفاضل نعرف لان اللي مضودي من اهلها يجدوا معاها بعمصري محضر او شاكوى رسمية تتقدم في الطبيب لكن اه لان احنا احنا بالنسبة لنا الصورة جات لنا لان انا مثلا قد من صفحة اكبرية فالناس بعتت لنا الصورة دية بتشتك من الوضع وان ده ما ينفعش في مستشفى عام وانتهاج جام لقرمة اه الدكتور اللي هو يعني كان بيعمل عملية الولادة مين هو دكتور معروف؟ اه دكتور اخصائي كبير عبل طيف عشور اه ده اخصائي في المستشفى العام والطبيب اللي معاه ده طبيب لسه يعني لسه مفتاد طبيب شاب اه طبعا بيرحب بيه طريقة يعني مستفزة سواء او لا اقلاقية طبعا ومش مهني ان انت تسيب العملية لو مريضة قدامك بطناها مفتوح وتتصور طبعا احنا اه قدمنا شكوى المدير المستشفى وقدمنا كلمنا مبارح اه محافظ البحيرة وهم وعدونا ان فيه جراءات حتستاخد ضد الطبيب بس طبعا احنا اه من طالب ان الطبيب ده يتشطب من النقابة لانه لم يحترم القسم اللي هو اقسامه على حماية اه خصيات المرضى فاحنا هنا من خلال حضرتك من ناشد وزير الصحة واللي هي المدينة دية مدينته يعني وزير الصحة من مدينة ايتيال برود ناشد محافظ البحيرة اه ومدرية الصحة والسكان باتخاذ اجراء رادع مش اجراء اداري لان اللي عمله الدكتور انتهاك تام لحرمة وهو معرفش سيد رجب يعني هو لو وزير الصحة مش من اتيال برود يبقى اوكي مفيش مشاكل لا 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 احنا مش منتكلم في النقطة دي بس احنا مندي كده ريد لاين برضو انه هو عنده الموزير الصحة جيه المستشفى دي وعارف فيها مشاكل كتيرة ورغم كده انه ما اتخذش اجراءات او يساعد انه كان في زيارة من شهر تقريبا او شهرين للمستشفى دي بعد زيارة للطبيب ووعدنا ان احنا المستشفى دي هيحصل بيها تطوير بعد الشهرين نفاجأ بصورة زي الصورة اللي موجودة دي تطوير واضح اهو يا استاذ رجب تسيب واهمال كامل تطوير على كل حل على كل حل ما عنديش وقت اكتر من كده بعتذرلك وبشكرك جدا على المدخلة استاذ رجب غزال من اتيال برود كان بيعلق على بيشتكي الحقيقة من نزول صورة زي دي على الفيسبوك على طبيب هزي المستشفى في اتيال برود وبيعرض هذا الامر على كل من يهمه الامر على سيد وزير الصحة على السيد رئيس الوزراء على نقابة الاطباء على معافز البحيرة وطبعا احنا كبرنامج فريق الاعداد حاول يتواصل مع الدكتور عبداللطيف اللي موجود صورته وهو بيجري هذه العملية عملية ولادة قيصرية لمريضة ورد على الزملاء في فريق الاعداد وقال انا بعمل عملية ومش فاضي ان انا اتواصل في الوقت الحالي وانا الحقيقة برضو يعني مش قادر افهم انا اللي اعرفه ان لو الدكتور بيعمل عملية لازم يبقى مركز بقى ممكن يبقى فيه واحد ما بين الحياة والموت يبقى سايب موبايلاته برا ما يبقاش الموبايلات موجودة في غرفة العملية فما اقدرش احكم يجوز هو بيستعد العملية الله اعلم يجوز مش عايز يعلق عشان مثلا لو اتخذت اجراءات قانونية يبقى بيرد من خلال المحامي هنتابع هذا الموضوع على كل حال بس الكلام ده بعد الفاصل وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة النهاردة هيبقى فيه حوار خاص مع الكاتبة والشاعرة فاطمة نعوت